لم يكن للموصل أن تكون ضحية حرب وأنموذج دمار شاخص شاهده العالم لحظة بلحظة لو عملت المدينة بمنطق الدولة والمؤسسات لكنها جوبهت بآلة عسكرية باطشة مدفوعة بصبغة انتقام وثأر أحالت الموصل كما هي الآن في برزخ مضطرب هو إلى الجحيم أقرب يقول سكانها لجنة تقص الحقائق النيابية في نينوى أخرجت تقريرها النهائي كان مليئا بالإقرارات المفزعة والحقائق الدامغة كلها تؤكد أن حاضر المدينة ليس أفضل من ماضيها كما وعد من أطلق على أنفسهم لقب المحررين التقرير نشرت أجزاء منه وكالة الأنظور التركية يؤكد أن هناك هجرة عكسية لسكان المحافظة لا سيما رؤوس الأموال والكفاءات بسبب ترد الأوضاع والممارسات السلبية للوافدين الجدد ما صعد الاحتقان الطائفية بشكل كبير بحسب مدير المخابرات في نينوى الذي أكد أن السيطرات الحكومية تستفز المواطنين ولا فائدة منها مدير مخابرات نينوى كشف خلال إفادته للجنة بأن منظمة البككي المسيطرة على قضاء سنجار تسهل دخول المخدرات إلى المحافظة بالتعاون مع جهات عديدة وذلك يشابه ما أفاد به قائد عمليات نينوى للجنة بأن ميليشيات الحشد استولت على مقدرات المدينة الاقتصادية كما تمنع المواطنين من حضور مزايدات مشاريع المحافظة التقرير اتهم الميليشيات بسرقة مستندات العقارات العائدة للدولة من مديرية التسجيل العقاري وتسجيلها بأسماء تابعة لها بالإضافة لاستيلاء شخصيات يدعمها الحشد على مساحات واسعة من الأراضي وفرض إتاوات على التجار مدير الشرطة من جهته قال إن هناك فصيلاً مسلحاً يستولي على حقول النفط بكتب تسهيل مهمة من مجلس الوزراء توالي الشهادات من القادة الأمنيين يدفع للتساؤل عن حقيقة المهمة المنوطة بهم وعن عملهم أصلاً إن كانوا شهداء على المدينة أم مسؤولين عن ملفها الأمني أمام الدولة وذلك يحيل إلى سؤال أكبر أين هي الدولة؟